السلام عليكم حبايب قلبي إمتى من استعمل البنادول الأزرق أو البنادول الأحمر شو الفرق بين البنادول الأزرق والبنادول الأحمر خليكم معي وإمتى من استعمل كل واحد منه البنادول الأزرق يتكون من 500 ميلي كرام باراسيتامول استعمالي الرئيسي تخفيف الصداء والحمة أما البنادول الأحمر يتكون من 500 ميلي كرام باراسيتامول مع 65 ميلي كرام من مادة الكافئين استعمالي الرئيسي ألم الأذن الأسنان العضلات ألم الدورة وتخفيض الحرارة لا يستعمل في حالات الألم نتج عن الصداء بسبب الإرهاق لأن الكافئين ينبه المخ فيزيد من الصداء هاي الزبدي حبايب قلبي انتبهوا وانشروا الفيديو خلناك تستفيد وتحياتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر